موسيقى لماذا أنا ملحد ملحد أنا لكن إلحادي لا يمنعني من احترام أولئك الذين يؤمنون بالله والذين يعتبرون إيمانهم شخصيا أولئك الذين لا يسعون لفرضه على الآخر ويقبلونه ضمن المجال الخاص ملحد أنا لكن لدي إيماني فأنا لا أعتقد بوجود إله غير الإنسان ملحد أنا لكني أؤمن بالإنسان الإله الذي يستحق أن يعلن نفسه ربا حسب رأيي ليس من اكتفى بتصميم العالم بل من يستمر بالاعتناء به وحراسته ومن يسعى لتحسينه ويعمل على تطويره نحو الأفضل الموضوع طويل جدا ولكن أريد فقط أن أقول شيئا واحدا وأكرر لنفسي إذا كان الله موجودا بالفعل فسوف أقاتله بكل قوتي وسأرفض الخضوع له لأنه لا يستحق ذلك حتى يثبت لي العكس أنا إله نفسي وكل واحدا رب نفسه لا أحد رب الآخر الإله الذي يطلب مني أن أؤمن به ببساطة لا يستحق أن يكون إلها وهذا السبب كاف جدا لألحد إله يجعلني أعتمد عليه وأستكين على إيمانه إله يقود قدراتي وإمكاناتي لأكون أسيرا وعبدا خانعا ينتظر المجهول يجب أن أحرر نفسي منه وأقاتله لأنه لا يمكن أن يكون إلا إلها خبيثا لا تقلقني فكرة الله بحد ذاتها لكنني أقاتل بقوة كل ما هو غير منطقي وما هو اختراع بشري من الأوهام والأحلام والذي هو في نهاية المطاف مجرد حلما لأسلافنا يصبح كابوسا إنسانيا حقيقيا يجعلنا نتأخر على جميع الأصعدة وما الديانات كما أراها إلا نسيجا من التلفيقات الواضحة حتى لو كان الله موجودا فإن الأديان ستكون إذن اختراع الشيطان لأنها بعيدة عن تكون إلهية ولا حتى إنسانية لذلك أنا ملحد بقوة المنطق الذي يقول إذا كان موجودا ولا يمكنه فعل أي شيء لجعل هذا العالم أفضل فلا يستحق أن يكون إلها إذا كان موجودا ولا يريد أن يفعل شيئا لجعل هذا العالم أفضل فلا يستحق أن يكون إلها إذا كان موجودا ولا يعرف كيف يجعل هذا العالم أفضل فلا يستحق أن يكون إلها إذا كان موجودا ولديه أعذار قوية لعدم القيام بذلك فإن دمعة واحدة من الإنسان كافية لرفض كل أعذاره وبالتالي لا يستحق أن يكون إلها وداعا أيها الرب وإني لرحيم جدا معك